عدت اللجنة القانونية النيابية اليوم من جديد للاستماع إلى جملة من الملاحظات التي تقدم لها منذ أسابيع حول التعديلات الدستورية الأخيرة لقانوني الأحزاب والانتخاب فكان اليوم لقاء معدد من القناصل الفخريين حيث أكدت اللجنة القانونية أن اللجنة ستدرس وتنظر في المهام المسندة إلى القناصل وأكدت اللجنة القانونية بأنها ستتخذ بالإبقاء على القناصل ضمن الفئات التي يحضر عليها الانتساب للأحزاب أو تستثنى من ذلك جاء في قانون الأحزاب تضييق على بعض الفئات وبعض الشرائح من الانتساب والانخراط في الأحزاب هدف المشرع أو الرؤية التي جاءت من وراء ذلك هو لضمان حياة هذه الشرائح ووقوفها على مسافة واحدة ومنعها من الدخول في أي تجادبات سياسية نتيجة انتمائها لفكر معين أو لبرنامج معين أو لحزب معين بالتعديل الجديد أيضا راعد وزارة السادة ووزارة الخارجية اتفاقية في ينة الدولية وأقررت في نظامها أن يشترط فيما يعتمد فاليوم يصدر الاعتماد ولكن في الدقيقة التي تصبح فيها عضو مجلس أعيان تطلع الإرادة الملكية أنك تصبح عضو مجلس أعيان تفقد صفتك القناصلية وتفقد اعتمادك لم تخلوا اللجان النيابية من لقاءات الطاقة والتعرفة الجديدة للكهرباء حيث اجتمعت لجنة الطاقة النيابية مع خبير طاقة وذلك الاتشاور حول ملف الطاقة في الأردن وخصوصا التعرفة الجديدة للكهرباء إذا كانت اتفاقيات الطاقة تتيح للحكومة إعادة النظر على الأقل بالتزام الحكومة تجاه الشركات لأن الشركات هدف الربح والحكومة هي الدفيع وبالنهاية المواطن هو الدفيع يعني على هذه الاتفاقيات فأي زيادة بتربت تجاه المواطن وعلى طاولة النواب حضر وزير الصحة فراس الهواري وذلك للحديث عن التامين الصحي للأردنيين وعن تطوير البنية التحتية في الأردن حضر اللقاء العديد من النواب وذلك لنقل المعاناة التي يعانيها المواطنين في المحافظات والعاصمة عمان لدينا نظام قائم عمره 15 سنة موجود عليه ضوابط موجود عليه طرق متابعة اللي هو على الدرجة الأولى واليوم هذا النظام تمغس في التأمين الصحي في متابعته ترجمة نانسي قنقر